وغيرهم وقاعدين يقاتلوا بأموال إماراتية المتحدث كذلك باسم أنصر الله يقول نفذنا أربع عملية أحدها ضد سفينة أسفرت عن إغراقها بالكامل يعني العمليات متواصلة وهنا نتحدث دكتور على العمليات المتواصلة من حزب الله في لبنان ثم اليمن نتحدث عن مقاومة للطوق المقاومة ترفع في مستوى عملياتها هذا جيوستراتيجي كيف نفهمه خاصة وأننا نعلم أن التواصل يومي وشديد ومنظم جدا بين المقاومات في بلدان الطوق وغزة النفس في المعارك مهم إلى بعض الحدود لأنك تجمع عملية خارقة العادة ثم تستكي وبالتالي وقتها تسمى خسارة الحرب الشيء الذي نلاحظ فيه هو أن هناك أولا الحاجة الساعة ما صارت تصاعدي لهذه المقاومة ثانيا هناك أسلحة جديدة كل مرة تدخل للميدان وكلما تدخل أسلحة لهذا الميدان تبين إلى أي حد أصبحت موزين القوى مختلفة عما كانت عليه منذ 2006 المثال الثالثة هو أن الأمريكان عندما جاءوا بعد 8 أكتوبر إلى المنطقة جاءوا بحاملة الطائرات وحاولوا أنهم يبينوا لهذه الدول أنهم موجودين في المنطقة وسيتم ضرب أي نفس يقف إلى جانب المقام ثم انسحبت أمريكا واليوم أمريكا في حالة دفاع في المنطقة لأنه أصبحت متخوفة على وجودها أصلا في سوريا وفي العراق في العراق لاحظنا أن الحكومة دخلت في نقاشات ومفاوضات من أجل انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق وإنهاء الوجود متاع ما سمي بالتحالف العالمي لمحاربة الإرهاب وفي سوريا المجموعات التي تحمل أمريكين أتحدث هنا عن مجموعات ما يسمى بسوريا الديمقراطية يعني الأكراد يتم قصفهم يوميا لا يتم الإعلام على عدد القتل لأنه ما كتعرف حتى تكون قتيلا وتذكر في الأخبار يجب أن تكون أمريكية أما عندما تكون مجرد مرتزق لا يتم ذلك الأسر وبالتالي اليوم الشيء القاعد في سينو هو أن أمريكا أصبحت خائفة أصلا على وجودها يعني الحرب التي تقود إسرائيل اليوم على غزة أصبحت تدفع أثمانها أمريكا هذا أولا ثانيا بالنسبة لبنان نحب نفرد مسألة تتم لبنان لبنان عندهم خريطة تتسمى خريطة الأماق تدخل 20 كم تتضرب 20 كم تتضرب 20 كم وهناك معادلة حيفا مقابل سور وتل أبيب مقابل بيروت يكون واضحين ما معنى دكتور حيفا مقابل سور وتل أبيب مقابل بيروت يعني تقصف بيروت تقصف تل أبيب وخلنا نكون واضحين لا فم المرهدية لا تشتغل لا حاجة اسمها القبة الحديدية ولا الكسكاس الحديدي تبين بركشف أنه هاكي الاستهدافات اللي عملتها المقاومة لمدة أسابيع وأسابيع ونحن كنا نتسأل بربي عليه شقالك في رياح ما يضربوا فيه بصاروخ وحيد وقت اللي يلزبك أكثر على الأقل من 300 صاروخ حتى تتفاعل اللاقبة الحديدية تبين بالكاشف تبين بالكاشف أن المقاومة كانت تجرد في إسرائيل من السلاح الأساسي المعادي للسواريخ واليوم بالسواريخ الجديدة المجنحة ذي الكروزر اللي ينجم بفضل الذكاء الاصطناعي يتعرفوا على الهدف متاحهم من دون الرجوع إلى اللاسلكي تبين بالكاشف أنه اليوم حزب الله قادر أنه يضرب مش في العمق الإسرائيلي فقط ليه ليه يضرب في العمق الإستراتيجي لإسرائيل يعني مش بش يضرب لك بلاس معنى في سكان في إسرائيل ليه 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 مش يضرب لك ديمونة مثلا مش يضرب لك معنى مراكز البحث مش يضرب لك المجمع الكيميوي في حيفا هذا هو اللي يخيف إسرائيل وبالتالي لاحظنا حاجة كما ذربوا قاعدة ميرون اختاروا قاعدة ميرون بدايوا بالقواعد الاستراتيجية اللي تخدم على كل ما هو إرهاب وعلى كل ما هو مخابرات اليوم أصبحت إسرائيل عمياء تماماً إزاء الوضع اللبناني لأنه يتركب معناها ردا إسرائيل اليوم عمياء أمام لبنان اليوم الحزب الله يقعد يبعث في سوريه وتدخل للعمق الإسرائيلي وتضرب من غير ما يتم تشغيل القبة الحديدية هذا يعني لا فأحد فما رادارات تشتغل لا عاد فما رصد إلكتروني لحد شيء وهذا يعني شنوه يعني أنه اليوم ستقوم المقاومة في لبنان بما يسمى بالميتاج يعني الأكل المتواصل للأرض وبدايوا التركيز على كرياتشمونة وعلى المطلة وعلى منطقة ما يسمى بأسبع الجليل لأن هذه المحاذية لما تبقى من أراضي اللبنانية المحتلة خاصة في مزارع شبع وبالتالي اليوم هذه المناطق ستتحول بالنسبة للمقاومة إلى مناطق تركيز لأنه أصبحت غير محمية من طرف القبة الحديدية وأكثر من ذلك لم يعد فيها إلى الجنود لأنه كل المساطنين هاجروا وفي نفس الوقت طرحت المعادلة تقدم 20 كم داخل أرض اللبنانية تضرب معناها بالسواريخ نضرب بالسواريخ 20 كم داخل في الداخل الفلسطيني بدون أنه يتم إعادة سياغة ما يسمى بقواعد الاشتباك هذه هي قواعد الاشتباك تدخل في عمق تدخل في عمق يعني هذه هي قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها المقاومة اللبنانية وفرضتها حزب الله على الكيان العدو واحد دليل ذلك أنه حتى حد ما عاد يحكي على القرار 1701 صحيح نسيء بعد أن طالبوا بتفعيلوا وأين هو القرار 1701 عندهم هما معناها فرقة موسيقية نحاسية داخل لبنان اسمها معناها القوات اللبنانية وطيار المستقبل هذا كدورهم دائماً تبيض المناء الصهاينة حتى في 14 فيذري يعني ذكرى نعرف شقداش 9 للاستشهاد سيد رفيق الحريري ابنه معناها ذكرر كل شيء وسب الجميع وسب حسب الله وسب أمو لم يأتي على غس وكأن المسألة تعنيه واخذ طائرته وقفل رجعاً إلى باريس مثلاً حاجة من الحاجات هنا دكتور رفع طبيب وقلت نقطة مهمة في الأول تحدثت عن الصين اليوم وعندما نقول الصين أصبحنا نتحدث عن الصين روسيا إيران السعودية هل نحن أمام محور جديد ولو هو فعلاً محور فمحور أين ومتى ولماذا لن أذيع سراً لأنه كلمة ذي بدأ يخرج منها في الإعلام وبعض المواقع قد تتحكي لها إضافة لما قاعد يصير في مصر في القاهرة والتقاء جمعت قطر ومصر وإسرائيل وما يسمى بالربعية الاستخباراتية يعني معناها ممثلسية وممثل المحورة الإسرائيلية صارت في بريس وما صارت في مصر اليوم فما ناس خلين دخلوا على الخط وبدأوا يحركوا نعرفوا إلي مثلاً جزائر طالبت أنه غدوة يتم التصويت على قرار في مجلس الأمن وحطت كل قواتها في المسألة هذية وراها نعرف وش كون فما روسيا وكلهم ينتظروا أنه الأمريكان يستعملوا الفيتو وبدأ الحديث على أنه واشنطن سترفض هذا القرار لذلك فما نقاشات قاعدة تصير إلى خير عليش لأنه اليوم وليس سراً هذية اليوم راهي النقاشات قاعدة تصير مبين السعودية وإيران وروسيا والصين مقابل أمريكيا هذا هو راه الحوار الحقيقي اللي قاعد يصير لأنه الظامن سيكون سيكون الصين على مستوى الاقتصادي روسيا سيكون هي الظامن على المستوى الأمني السعودية وإيران لهم الأذرع داخل فلسطين واحد عنده من جماعة رمالة والاخر قريب يسر من جماعة غزة وكلهم يمكنون أن يكون جزءاً من الحل أولاً سعى لإيقاف شراء للدم ثانياً للتبادل الأسرة ثم لإعادة الأعمار هذو مثل ثانيقات وهذه لا مصر ولا قطر ينجموا ويقوموا بهم لأنه أردنا أمكرهنا الزوز هذوما فاقدين لأي نوع من أنواع التواصل مع الداخل الفلسطيني نحكينا على مستوى الشعبي وهو رد بالك إنه الفلسطيني شعب كما قلت لكم يصبر ويستقرأ المستقبل ويأخذ معي الاعتبار مسألة الجوار ولكن ما يحصل اليوم في رفح وهذا الصمت المريب وهذا الوقوف البارد لمصر على حدودها مع ما كان جزءاً في قطم الأوقات من مصر اللي هي غزة راهو عنده تأثير في الداخل الفلسطيني يقال بأن